موجود آدم معاك في مسلسل بحر أول نصيحة قلتها له أول موارف قدام الكاميرا قلت له ركز وإنسك خالص أن أنت اسمك آدم ماجد المصري أنت بحر أنت بحر الصعيدي الطفل اليتيم عدت بقى في البيت طبعاً أذاكر معاه وعادت أذاكر معاه وراجع مع بعض وإلى خيره الحد ما قدر أنه يقدر يمسك الشخصية الحمد لله أنتش خايف عليه من دخوله الوسط الفني؟ لا خالص الوسط مش مضر يعني وبعدين هو راجل في الآخر يعني فهيارف هو يتعامل يعني وجودك في لوكيشن مع بابا كان مديلك رهبة ولا كنت متمن لا أنا في الأول كنت متوتر يعني في أول يوم كنت متوتر اللي هو إيه النس دي كلها وكاميرا وأنا كنتش فاهم أي حاجة أصلاً فبعدين فاهموني وفي الثاني يوم تصوير ابتدئت اللي هو يعني يعني أشوء يعني أتصاحب برضو مع الصغيرين برضو عشان يبقى فيه علاقات يعني اللي من بتعودين على بعض نفسك تبقى بابا يساعدك ولا عايز أنت تثبت وجودك بنفسك لأ أوكي أنا أنا بفوض أخذ مساعدة من بابا وبرضو اللي اتنين أستاذ مجد أنت شايف إيه شايف إن وجودك مع فوسط واحد مفوتناك تساعده واللي تسيبه هو بقى حسب هو موهبته لازم هساعده طبعاً لازم هساعده باستمرار بس هو أدم من النوع اللي بيحب يعتمد عن نفسه فأنا بس برق بمبعيد اللي بعيد كده وشوف لما يحتاج حاجة أنا هعملها له شايفه مش محتاج حاجة وتمام أو أقوله رأي بمنتصر المصري جان سينما وجان في الدراما ما عنديش وقت عنديش وقت أصلاً أطلع حتى على السوشيال ميديا الحمد لله أنت ما بتردش على أي حاجة تبع حياتك الشخصية ملتزم الصمت طول أنا شغلي أهم حاجة شغلي وبيتي بس شغلي حد تاني من أولادك عايز يدخل الوسط الفني لا هو آدم بس آدم وعندي أحمد مخرج